أهلا بحضراتكم جديد الحياة كان اجتماع مهم جداً لوضع ضوابط العمل الإعلامي عشان كده حبينا أنه كل ما تعلق بهذا الاجتماع المهم يكون بكل تفاصيله معاكم في الغربال مدونة السلوك الإعلامي هل تكفي؟ كان اجتماع مهم جداً عقد في مقر المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام رأس الكاتب الصحف الأستاذ كرم جبر ودعيت إليه كل القنوات الفضائية تقريباً مع عدد كبير من الأساتذ النقاد الرياضيين والصحفيين والإعلاميين ومقدم البرامج ومدير القنوات للاتفاق على مدونة سلوك إعلامة بشمهندس تحاول ضبط الأداء الإعلامي الرياضي شوية هو ده شؤال ولا جواب اللي أنت قلته؟ سؤال سؤال إجابته ببساطة شديدة لا تكفي لا تكفي لا تكفي ليه؟ لأن هي بتوجهك بتنور لك طريق بتقول لك على الصح عشان تعمله وبتقول لك على الغلط عشان تتجنبه وبتقول لك لو عملت كده مش بس هتحمل مجتمع من الأضرار النجمة عن خروج الإعلام عن سياقه وعن رسالته ولكن أيضا دي بتحميك أنت من إيه؟ من طائلة القانون لأن الذي يعني أنت تم تيجي تقول إيه؟ ما تعملش كده إيه؟ تكملها وقل المدونة دي ما تقولش وقل لكن بتقول لك حتبقى أنت حر مسؤول بقى لإيه؟ لأن القانون هو اللي بقول لك وقل وعشان كده أنا قلت قبل كده فاكر لما تسألت هذا السؤال وإحنا في النادي في العين أنا قلت المسألة مسألة ضمير لأن في الآخر المعيار اللي حيحكمك بكل التوجهات اللي تقلت دي وهي توجهات جاءت في توقيت مناسب للتذكرة محدش غافل عن مكونات هذه التوصيات لأن مكونات أخلاقية وإنسانية بديهية لأي إعلامي المفروض أن يكون عرفها وهو بيدرس الإعلام الدارس والإنسان اللي عنده ضمير يبقى عرفها من الحياة صحيح طيب مشكلتنا فين؟ مشكلتنا إحنا عارفين وما بنعملش فأرجو أنها أيضا تبقى تحت رقابة المجلس الأعلى للأداء الإعلامي رقابة أقول رقابة رقابة مش فينك تقول لي يعني إيه الموضوع أتكلم فيها إنما تقول لي أتكلم فيها إزاي يعني اللي بيحكم يعني مش معقولة مثلا أنا أستاذ إبراهيم إن يبقى كل شطارتي إن أنا أجيب أكبر عدد من الناس تتفرج علي لأن دي لها طرق يعني أنت مهما عملت ده فيه طرق أكثر خروجا عن المألوف وعن النص وعن الأخلاق تجيب مشاهدين أكثر منك أي مش مقبول إن إحنا نتحاول إلى سيرك الناس بتتفرج عليه عشان المشاهدات لكن مقبول جدا إن السيرك ده ممكن يتعمل بس بإيه بما يدي إلى الطرفيه والتعلم المتع الحلال المتع الحلال اللي فيها تعلم وفيها رسالة صحيح مش إن أنا أجيب اتنين يعودوا يحفلوا على بعض عشان الجماهير تشتعل برة أو أجيب واحد في مداخلة زي ما حنشوف دلوقتي يشتم الناس كلها وكأن مقدم البرنامج بريء لا أنت مسؤول أيضا لإنك سمح بإنك أنت وأنت تعلم غالبا بيبقى عارف وجايبه عشان يعمل إيه طيب خلينا الأول نتفع على 3-4 نقاط تشوفوا من خلالهم قد إيه الكلام ده مهم أعتقد لا خلاف على حجم شعبية النادي الأهلي جمهوره هو الأكثر شعبية الأكثر التصاقهم بالنادي الأكثر اهتماما بشؤون نادية وربما كان الأكثر غيره أيضا على قيمة نادية إذن حجم الشعبية متفقين أنها تكمن في النادي الأهلي وتأثيراته ما فيش خلاف على أهمية الإعلام كناقل للصورة العامة في هذا المحفل الرياضي الإعلام مؤثر جدا جدا طيب الأهلي صاحب الشعبية الأكبر والإعلام صاحب التأثير الأهم عشان هنا كان فكرة هذا المؤتمر وما يخص ضوابط وضع مدونة السلوك مهمة جدا للنادي الأهلي قناة الأهلي كانت ممثلة في حضور الكابتن إسلام الشاطر المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن لايف المتعقدة على إدارة القناة وتحدث وسعدت بتلبية الدعوة أيضا والتحدث في المؤتمر المؤتمر لما انتهى إلى مجموعة من الضوابط في مدونة السلوك هنقولها لكم لأنه الكل تحدث والكل واحد قال ملاحظاته بس كمان مدونة السلوكة بشواندس اجتملت على تقريبا 28 بند ليه الرأي العام مهم أنه يعرفهم الرأي العام هو الحامل لقيم المجتمع الرأي العام هو الحارس على كل أخلاقيات المجتمع لما بيرفض حاجة بيرفضها عن وعي وعن اهتمام وعن مسئولية وعن توجيه وإلا ما كانش قيمة الأعراف العامة بقت جزء من توجيه الرأي العام نفسه الناس بترفض الخروج عن الأعراف بترفض الخروج عن التقاليد عن الأداب العامة فبالتالي بقت للأعراف ولمواثيق الشرف ولمدونة السلوك هذه القيمة في هذا التأثير هي لا ترقى إلى أن تكون قانونا وتشريعات لكنها ضوابط أخلاقية وقيامية مهمة جدا لضبط الأداء في هذا الاتجاه عشان كده يمكن من المناسب أن أنا أقول لحضراتكم بعض هذه البنود والنقش بعضها مع المهندس عادلي وملاحظاته عليها وفي النهاية نشوف على ما استقر الرأي في هذه البنود أو هذه التوصيات قالت مدونة السلوك سلوك الإعلام الرياضي يتعايد على الإعلاميين الرياضيين الالتزام بأية مدونة سلوك أو مساق شرف يحكم عمل الإعلاميين والصحفيين سواء كانت صادرة عن مؤسساتهم الإعلامية التي يعملون بها أو صدرت عن مؤسسات أخرى مثل النقابات أو اتحادات الصحفيين أو أي أجهزة أخرى لها حق وضع مدونة تحكم السلوك الإعلامي ومدونة سلوك الإعلام الرياضي ليست بديلة وإنما مكملة لغيرها من المدونات ومواسيق الشرف الإعلامية تتكلم جميل جدا وده معناه إيه أن أنت وإنت جايب تشتغل في أي قناة أو في أي وسيلة من وسائل الإعلام والإعلان على فكرة الإعلان نفسه لازم يكون له ضوابته مش معقولة طلع عشان منتغ زي أن أب بيخبي الأكل من ابنه عشان نقول أن الأب نفسه يكلها أكتر من ابنه ها ها دي بتصدر قيم سلبية تانية بتصدر قيم تانية ما نقدر أعمل دي في إطار أن الأب حريس أن يقطمها ويقسمها مع ابنه مثلا فأي حاجة بسيطة من الصحافة من الإذاعة من الشاشات ومنها وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مؤثرة في تربية الشخصية للمواطن خصوصا الأطفال يعني اللي بيطلعوا يشوفوا الصح ويشوفوا الغلط وإذا ما كانش الخطوط واضحة بين الصح والغلط ممكن يمارسوا لأن خطأ ألز وأسهل فممكن يجنعه إلى الخطأ دي اددتني فكرة دلوقتي احنا بنقول وهي لا ترقى إلى قانون ولا ترقى إلى عرف وتوجيه طيب ما نأخذ المدونات دي وخصوصا تبقى كلها متصقة في إطارة المدوناة اللي انتهى إليها هذا المؤتمر اللي حتقول لنا كلها وتبقى جزء من تعاقد أي مؤسسة مع أي إعلامي تلزموا بهذه المواسيق زي ما أنا مثلا ما تيجي المؤسسة بتقول لي إيه تلتزم بالأخلاق العامة مش عارف إيه تلتزم بالحصرية تلتزم بالسرية وتلتزم بمدوانة السلوك المرفاق الضابط عشان ما كبرش العقد المرفاق أيوة أنا بأخطيرك حتم دي عليها وتبقى جزم العقد آه التزاماتك آه عشان إنت لما تيجي بعد كده بقى إذا كانت هذه المدوانة بتقولك ما تصدفش حد شتام وقلب يشتم ها ودون أن تتدخل وتجيب حق الذي تم سبه وتوني هذه الأمور إنك إنت ما تجيبش أخبار توسع الفجوة بين الجماهير توقع بين نادي وجمهور بلد كل ده حتلاقي عندك فيبقى في الحالة دي العقد بحكمك منصوص عليه طيب كمان البند التانية تعين على الإعلاميين الرياضيين الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية إحنا مش بنطف الحدث بالعكس الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها وتأثيراتها الإيجابية القادرة على اكتذاب قطاعات عريضة من المجتمع دون الانزلاق إلى إثارة التعصب أو أي تنعارات دينية أو طائفية أو تشجيع العنف أو تعكير الأمن والسلام بين الجماهير أو مخالفة أي من القواعد التي تتضمنها القوانين وهذه المدونة مهم جداً هذه الفقرة لأنها بتقولك مش معنى أن أنا يعني أنا مقصودش أنك أن البرامج تبقى فاترة أيوة أنك أنت تعمل أكل مريض فكّر في كل وسائل المتعة والإثارة والجذب والإكذاب والحيوية قال له تعبير جميل قوي حيوية الأحبار ما قالك إثارة قالك حيوية الأحبار أنا مش بطف النور أنا أنا بتفاعل مع الحدث وبعيشه معاه بمتعته وبدروسه ولكن دونه هنا بقى القيبة اللي تكمن وانت بتعمل كده خلي بالك أقعد تكون ده من خلال إثارة الفتن أو الأخبار الكاذبة أو الإساءات أو إزاعة الأكاذيب أو تعكير الصف العام أو تعكير الصف العام من خالة الأكاذيب وإحنا ما إحنا شوفنا في يوم الماء كادت أن تشعل أزمة دبلوماسية ويعني عنيفة بين مصر الجزائر وكده الأمر يتكرر لو لحكمة المسؤولين في إيه الأندية؟ في أماكن أخرى حتى في الداخل يحدث هذا يحدث هذا بطريقة فجة ولما يتبعت مثلا جواب من إعلامي لنادي الشقيق عشان يوقع بينه بالنادي آخر ومر الأمر مرور الكرام دون محاسبة هو ده المقصود لا الإعلامي اللي يعمل كده هناك وسائل للحساب تبدأ بالمنع ثم تبدأ بالإقاف ثم المنع ثم بالتحذير في الأول حسب درجة الضرر أنت بتجدب بتصير فتنة بتروح تبعت لبلد آخر في نادي موجود في مصر كسبة ورق مزورة وتندسر وتم التعتيم عليها العب هنا مش في المدونة هنا في التعامل مع هذه المعايير التي بنتمنى أن تسود ترجع تاني أن برضو في الآخر المسألة مسألة ضمير المسؤول عن ضبط هذا الكلام يجب أن يكون عنده هذا الحس في الحساب وعنده بداية من القانون زي ما قلت للعقود للإستدعاء والتحقيق وسائل كثيرة جدا لضبط لأننا نتمنى للرياضة أن تؤدي رسالتها النبيلة في السمو وبالنفوس وتقريب الضاضي كمان البند الثالث تعتبر المؤسسات الإعلامية التي ينتمي إليها الإعلاميون الرياضيون مسؤولة عن مخالفاتهم لما تضمنته هذه المدونة ومسؤولياتها تبدأ بعد معرفتها بتلك المخالفات وده نقطة الحياة كانت أسيرة يمكن اتكلمتي فيها وتكلم فيها الأساس حسن مستكاوي المصادر المتدخلة يعني في برنامج شغال فجأة فيه مصدر رياضي يدخل على التليفون يقعد فترة طويلة جدا يرتكب من المبيقات ما يكفي والإساءات لمقتلف خلق الله وارتكاب الفواحش ما ظاهر منها وهو ما بطن في النهاية مين المسؤول؟ الرجل المزيع اللي قاعد في الاستوديو اللي استقبل المكالمة أو اللي قاعد معه ضيف خرج عن النص وارتكب تجاوزات مين المسؤول؟ كان الحياة الحسب في هذه الجزئية من الأستاذ كرم جابر أنه في النهاية القانون بيجرم أو بيحمل المسؤولية على الناشر والناشر هنا هي القناة التي سمحت بهذا التداخل سواء من هذا المصدر حضوراً أو اتصالاً فهنا البند التالت بيقولك المؤسسات الإعلامية التي ينتمي إليها هؤلاء الإعلاميون مسؤولية كاملة عن مخالفاتهم فبيتم حجب القناة حجب البرنامج إيقاف القناة إيقاف البرنامج حسب حجم الخطأ أتمنى أن يكون القانون واحد هو المسؤول عن هذه الجزئية الشديدة الخطورة أحياناً صاحب القناة أو القناة أو الوسيلة أي أن كانت بقى جورنال أو زاعة أو قناة بيبقى سعيد بأن دي عمل حالة وحراك ومتابعة وجابه إعلانات وجابه مشاهدة لكن مسألة حساب مثل هذه الوسائل في هذا الضر مهمة جداً وأنت تعدد جهات الحساب لأن إنت لو اعتمدت على القانون سكة القانون بتبقى طويلة شوية والحساب ما بيبقاش فوري لكن لما بتجي تمنع كذا من الظهور وفتح باب التحقيق مع قناة كذا ولذلك أنا بيقول لك لو القناة حطت هذه التوصيات في عقد المتعاقد هتبقى الوسيلة في المتابعة أسهل وأكثر فاعلية صحيح في البند الرابع يلتزم الإعلاميون الرياضيون بتطوير أدائهم المهني من خلال السعي ورأي المعرفة التي تلزم الأداء عملهم بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على ثقة الجمهور فاثقة تتحقق بصعوبة ولكنها تختفي بسهولة تطوير الأداء المهني دي ناحية بقى احترافية أو ناحية متخصصة شوي عايزة أسمع رأيك أنت أكثر مني تخصصا في هذا الأمر شوف هي أسيرة القضية ديت في المؤتمر ولعلها كانت المشكلة الأبرز على المائدة أنه لما تحدث أحد الزملاء الإعلاميين عن فكرة امتهان نجوم الكرة المشاهير للعمل الإعلامي دون دراسة ودون تأهيل مهني لازم أو كافي فالكابتن أحمد شبير اعترض وقال لا المفروض يقول بعض النجوم الكرة لأنه فيه من نجوم الكرة من هو مؤهل بتراكم الخبرات بالدراسة ووصل لدرجة منهم كابتن أحمد شبير كنموذج فأصيرت القضية الجدلية خلال الوقت وخدت وقت كتير للحياة وبقى واضح أنه فيه انقسام على الترابيزة ما بين نجوم الكرة المشاهير اللي امتهنوا الإعلام وما بين الإعلاميين الصحفيين المؤهلين علميا فكان ضرورة فض الاشتباك بين الطرفين وهنا المسألة حتى كابتن أحمد حسين ميدو الحياة كان بدأ في البداية قال مقترح مهم جدا أنه يا جماعة احنا بقينا إعلام كرة قدم فقط بقينا بنتكلم كل الإعلام بكل مساحاته في الرياضة متاحة فقط لكرة القدم وتجاهل تم للألعاب الأخرى برغم ما فيها من أبطال أولمبيين وميداليات عالمية وذكر ميدو أنه دولة كبيرة زي بريطانيا القانون فيها بيلزم قانون الإعلام فيها بيلزم وسائل الإعلام بضرورة تخصيص مساحة كافية سواء في الصحف أو في البرامج مساحة كافية لتغطية أحداث الألعاب الأخرى كنوع من الرعاية المفروضة لكن رجع الكل يتكلم على الإعلاميين من نجوم الكرة دون تأهيل الحقيقة كانت المسألة فضل للاشتباك فيها من الأستاذ كرم جاب دعوة نقابة الإعلاميين واطلاع المجلس على التنظيم الإعلام وكان موجود الأستاذ الصالح الصالحي وكيل المجلس أو وكيل جهاز الإعلام بضرورة تخصيص دورات سقل ودراسة وتأهيل للراغبين من كبات النجوم الكرة اللي اطلعوا بالعمل الإعلامي علشان رفع المستوى ودي نقطة مهمة جدا المفروض محدش يخدها بحساسية نجوم الكرة على العين والرأس لأنهم في النهاية أصحاب خبرة فنية وأصحاب تجارب رياضية وعندهم من الدراية ما يكفي مش فقط لمجرد أنه وجه مشهور لا عنده الرغبة وعنده الموهبة لا خلاف على كده لكن المسائل تحتاج إلى ضوابط تحتاج إلى دراسة تحتاج إلى علم تحتاج إلى تطوير في الأداء فهنا لا ينتقص شأن هؤلاء أنه فعلا لازم أن الناس تبقى حريصة على حضور دورات التأهيل والسقل لمواهبهم أنا ليه رأيه برضو في الحتة دي مسألة أن نعتمد على كلمة نجوم الكرة اللي عايزين يعملوا في الإعلام المسألة ما بيتش نجوم الكرة فقط ده في نجوم على السوشيال ميديا فرضوا وجودهم من خلال قدرتهم على التعبير من خلال قدرتهم على جمع المعلومات من التركيزهم الشديد على أنهم يعني بيدرسوا بطريقتهم الخاصة بيدرسوا بطريقتهم الخاصة فالقول بأن نجوم الكرة ده يعني أنا مع التوسيع اختصار مخل شوية وفي نفس الوقت أنا وأنا في حرصي على التوسع أيضا ما بحبش التعميم لأن التعميم ده مش يعني إحنا مثلا لو خدنا مساهل مثلا أن مش كل الناس بتتكلم في الكرة بس لحنا عندنا برامج هنا متخصصة في الألعاب الأخرى وعندك الزميل هيسم السعيد متقلق ده كان لسه مصادف الاتحاد اللي كسب بطولة الكرة السلة أفريقيا للكراسي المتحركة وكانت حلقة ممتعة أنا طبيعتها من كتر ما سردها بطريقة جيدة وكانت سعادة أبطالنا دول وسعادة المسؤولين في هذا الاتحاد بصدافة النادي الأهلي اليوم إذن هناك من يبدو للجهد وهناك نجوم أخرى تستطيع أن تقدم عملاً إعلامياً متميزاً لكن أنا مؤكد وداعم لفكرة أن يبقى فيه تأهيل مهما كانت موهبتك ومهما كان خبرتك ورسوخك أنا واحد من الناس لو أحد يقول تعالي أحضر ده بطاق حروح واخد بالك لأنك قد تجد مفتاح جديد يطورك بشكل شيك يساعدك في تقديم الرسالة يساعدك في تقديم الرسالة وتبقى حتى أنت بينك وبين نفسك عندك لمبة كده بتقولك إيه حدود الصح والغلط صحيح فأنا مع التأكيد على ضرورة التأهيل بس مع التوسع ما يبقاش مسألة الأولين في نجوم أخر بتفرزهم من السوشال ميديا دلوقتي شباب رائع جدا عندهم موهبة محتاجين للاحتضان ولو خد بقى كمان الضوابط من خلال التأهيل هنكسب خاعدة عالمية رصينة يعني صحيح ده محتاجة يا جماعة نحنا للكل بقى ياسق إنه الشغلانة دي علم علم بجد علم بتتاخد فيه وموهبة طبعا موهبة الموهبة ده أساس لأنه اللي بيدرس بدون موهبة لا تكفيه لكن الموهوب بدون دراسة لا تكفيه أيضا فبالتالي لما يجتمع الاثنين يكون الحرص على التأهيل المهني أعتقد دي مسألة كانت مهمة جدا وقالت كمان المدونة ينبغي أن يعمل الإعلام الرياضي من أجل نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية الله والتي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية أنت عارف رأيي وعارف أن أنا مكرس كل طاقتي أي وإذا كان عندي بعض الخبرة في هذا الأمر أي بحاول ألزم نفسي بهذا الأمر أي والدرجة أنك جبت لقطة إحنا بنكلم شاب أي أنا مكنش عارف أن النادوة دي هتاخد منها أي حاجة في العين أه في العين طفل صغير هو ده أنا مؤمن جدا بأن توجيه الرسائل الإيجابية من خلال الرياضة أسرع طريق لعقول أطفالنا ليطلعوا مواطنين صالحين تماما موسيقى